أهلا ميغو شرفني اليوم نقولك ميغو ولا نقولك سيراج والله كيف كيف عادي شفت انت الموضوع انه تكلمت عليه فكرة انهما نزلوا قرار بيسكروا المطار وبيخلوا لي بهم اتباهد لهم شين رايك انته فيه الموضوع هو والله يسمعي انا تو بدي تكلم علي نفسي مش هنتكلم علي حد تاني خاطر في الموضوع هذا موضوع فيه حياة وموت يعني فيه نفسي نفسي الموضوع هذا انا جاي هنا خمس ايام خلاص الحجز المتاعي يعني تم بعض وضوانة فانت سكرت علي المطار اليوم طلعت بقرار عامس انك انت سكرت المطار ومن روحوش انا عندي زوجتي معايا وولدي عمره 44 يوم اليوم فبتم الحجز متاعي معنديش فلوس انا جاي بفلوس معينات تحتي مبلغ معين كده كيف انا نبي نروح انا كيف نبي ندير انت عندك استطاعة انك انت توقفي معايا يومين تانيات نقولوا انت يا منور قدرت توقفي معايا يومين تانيات القناة وقفت معايا مثلا يومين انت بعدها شندير انا وين نمشي انبات في الشارع الدنيا صقع تلج برا تركيا هنا تلج يعني حتى ما فيش كيف ما عنديش وين نمشي ما عنديش وين دير انت الموضوع اللي درت هذا هل فكرت فينا احنا فكرت فينا احنا الناس اللي زي انا مثلا عندها شكيف معنا جاي خدمة وطب يتروح انا وين نمشي وين نقعد شين تقدر تدير لي من حل ولا انت عندك طيارتك الخاصة تطلع وتخش في وقت مثلا وتقدر تمشي ولا انت والناس اللي زي احنا من بين احنا من بين احنا شنديرو انا استاد ما سببتلكش مشكلة لعمري قضيت منك راتب ولا دخلني في السياسة ولا موضوع السياسة انا راجل فنان انا يمسي ميقو نقول في راب نتكلم بلسان الشباب والشعب وبلسان الشارع فما دخلنيش بالمواضيع عادي يقولها لكن انت الوقت الحالي سببتلي مشكلة انا لو انت خليتني في مشكلة انبات انا ولو ولدي ومرتي في الشارع ولدي عمره 44 يوم يعني باي بايمات انت سببت في مقتل عائلة انت على اساس انه هو مش موضوعه كيف اذا كان مش موضوعه ما ينحطش في المكان اللي هو قاعد فيه احنا نبقى واحد موضوعه احنا الشعب الليبي اللي داخل واللي برا يعني كيف نديرها انا شو الحل اللي نديرها انت الحل اللي بتدير هو ليتوى شين هو انا نبقى نعرف الحل انه انسان ما عنديش مندير اه ما بيش نتكلم عن الناس اللي غير الناس المرضى اللي جايه اللي جاي بأمها مريضة واللي جاي بأبو واللي جاي خدمة عندها مبلغ معين نيقدرش حتى مش ليه فيلي ما عنداش فلوس وفيلي أنا بروحي ما عنديش مثلا الفلوس إنه نقعد أسبوع تاني هنا يعني حتى حجزي في الفندق بعض غضوة يتم أنا جاي بمبلغ معين أنت شم بتدير لي من حل أنا نحب نخاطبك أنت ونخاطب اللي بيين رسالة تامة لكم أنتو منتو مش أنتبوا تديرولي تو أنا ضيعت لي أنت مستقب لي ولدي عمره 44 يوم خايف عليك من الكورونا هو يقولك عادي أرقد في الشارع أنت خايف عليك يا سيدي أنت خصصت نص مليار خصصنا إحنا باخرة في البحر تروح بنا أحجرنا في البحر خلينا بتقدر تديرلنا حل تقدر دلنا طيارة أكشف علينا نص لغادي إحنا شا نديره فكرت في نفسك بس مفكرتش فينا إحنا إحنا الشعب اللي بي أمس في المطار عندي شباب طبعا وفي اللي معا أمه وفي اللي معاك راقدين في المطار ما فيش يعني أنا فيلي في المطار ما عنداش إلا نص النفس في المطار بأشتاكل ب20 دولار ب20 دولار النفس أنت متأخدش في شي اجتمية ب5 دولار ونفسه ب20 دولار بأشتعرف إحنا كيف نعيشه هنا ولا كيف نبه نروح ولا كيف نبه نجو فمتسوس سوري آسف أنت مش في إمكانك الأصلي ما دخلنيش بالسياسة أنا حيني بعدني السياسة أنا فنان مواطن عادي جدا اليوم عالق في تركيا يعني نبه نروح أنا والله بجديات يا نور منامس مرقتش الموضوع عادة وجايك اليوم في الحلقة متاعك ومانيش في المود المطلوب يعني ما نعرفش حتى شم بنادرز أنه نياك مرات مش هذا مودي اللي جايك به الدنيا مرد مرد كاتر الفيروس متشرتع في المطارات ببلاش سوق خضرة كورونا في المطار ما فيش كيف بوكل يعنيش الحل تديرهولي قدم لي حل أنت توا ولا أنت تفكر في نفسك بس راقت في قصرك مسترية احطيارتك الخاصة مدرسة البره في الجرهج متاعك وتطلع وتخش أمتى ما تبي لا يا عشيري سؤال مسيميغو ومرتا وولدا اللي هو راضية كيف يروحوا لليبيا كيف يروح أنا ما بتدير لي والناس اللي زيهم في ناس يعني هم في معاهم طفل وعلى فكرة تركيا صقع يعوان يرقد يرقده في الشارع ولا أنت بتجي تعطيهم فلوس ولا هل هو يمشي يتوجه للقنصلية وبتعطيه القنصلية فلوس يعني يقولون ديروننا حوله مش غيره بتسكروا المطار خلاص خاطب السفارات خاطب السفارات اللي بية اللي في الدول اللي برة خاطبهم يهتموا بالليبيين يجيبوهم لي ما عنداش فلوس يعطوا فلوس لي ما عنداش سكن يسكنوه هم يصرفوا عليه هو جايف عنده وقت معين بيروح فيه هو أصلا السراج يعني اللي بيين اللي قاني يطلعوا من ليبيا ما عندهمش فلوس هو متلقى طالع يعالج ولا طالع هارب هكي وإذا كان عندنا أصلا مش وقت طالعه هو سياحة أنت كنت تفكر ما فيش ليبيا طالع سياحة نحي موضوع عادة مجموض أنا بالنسبة لي أنا جاي خدمة جاي خلص أيام عندي برامج بنصورها وبنروح بقى يبقى وإنك كيف شنديرها نعم ش الحل فهمني أنت شن الحل يانين ديرها أنت ضيعت وضيعت آلتي ولدي عمر 44 يوم يرقب لك أنت